مزيد من الضحايا المدنيين تخلفهم الأجسام المتفجرة الناجمة عن الحرب في مناطق سيطرة قوة الحكومة السورية هذه الأخيرة تقف عاجزة حتى الآن عن إزالة هذه المخلفات التي تشكل أحد أكبر المخاطر على حياة السكان رجالاً نساءً وأطفال المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بفقدان ثلاثة أشخاص لحياتهم بينهم طفلان جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات الحرب بريفي حما ودير الزور وسط وشرق سوريا المرصد السوري قال إن لغماً أرضياً انفجر بأب وأولاده أثناء رعيهم للأغنام في منطقة شمالي مدينة طيبة الإمام بريفي حماة الشمالي مما أدى لوفاة ولديه وهما طفل وطفلة وتزامن ذلك مع انفجار مماثل أودع بحياة شاب يبلغ من العمر 16 عاماً خلال مرور سيارة كان يستقلها في بادية القصبي بريفي دير الزور الغربي حيث مناطق سيطرت القوات الحكومية وفقاً للمنظمة الحقوقية السورية وخلفت مخلفة الحرب في الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة في البلاد آلاف الضحايا بما في ذلك الأطفال بينهم أكثر من أربعمائة قتيل وجريح منذ مطلع هذا العام وفقاً لتقارير حقوقية سورية هذا وتناشد مؤسسات مهتمة بحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومنظماته المعنية للتحرك وإيقاف شلال الدم الناجم عن مخلفات الحرب بسوريا وسط تحذيرات من تجاهل هذه القضية التي تهدد حياة السوريين يشار إلى أن سوريا احتلت المرتبة الأولى عالمياً للمرة الأولى بتاريخها من حيث ضحايا الألغام الأرضية عام 2020 متقدمة على أفغانستان وذلك بحسب تقرير لمرصد الألغام الأرضية